شيء آخر بالنسبة إحنا كمسيحيين لا يوجد شيء اسمه زواج في السماء يعني السماء فيها متع جنسية من حريات وصبيان إلى آخر يعني كله ممنوع في المسيحية ولا يوجد عنا شيء اسمه زواج المتعة ولا زواج الصفر ولا زواج الجهاد أو المسيار أو إلى آخره ولا يوجد عنا شيء اسمه سبايا أو جواري يعني عندك زوجات بس عندك كمان جواري كل هذا الرب حذر منه والعقاب وخيم جدا فاحذر الله قدوس فلا تكسر شريعة الرب وإذا أنت عندك شكوك في هذا الموضوع قارن قارن يعني بين أي كتاب وكتاب وإنت أدرس لنفسك وبرضو المنطق والطبيعة بتعلمك يعني أمور اللي هي بتتمشي حسب كلمة الله خليني أقول في هذا الصدد شيء مهم جدا وهل يعقل بعدما جاء المسيح الكامل وكان لنا المثال والقدوة وأعطانا التعليم الصحيح عن هذا الموضوع نرجع ونكسر وصية الله وصية المسيح وهل يعقل أن الله يسمح للقتل والإرهابيين أن يكافئهم بالنساء في الجنة؟ أحكم أنت بذاتك أحكم الله قدوس ما هواش بيرتشى على فكرة إلهنا مش ضعيف ولا إلهنا مزاجي بغير فكره ولا بينسخ شيء الله فكره ثابت الله قدوس يكره الخطية فحاشا إذا كانت هذه الأمور تسبب نجاسة على الأرض الملعونة أيعقل في محضر الله أن تمارس هذه الأمور فإذا إخوتي وأخواتي المسيح هو الحكم المسيح هو الإعلان النهائي لا يوجد أي إعلان بعد يسوع المسيح يعني خليني أقول وهل أصبحت المرأة سلعة تشترى وتباع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر